بداية الإدارة الأعمالية دكتور محتاجة ثلاث حاجات محتاجة فكرة، محتاجة إدارة، محتاجة تمويل مين اللي الأولوية؟ أنه أفكر فيه الأول أو أني أرتبهم بأنهي شكل طيب خلينا الأول نتكلم على يعني إيه ريادة أعمال ريادة أعمال بمنتهى البساطة أن أنا قدر أحاول فكرة إلى مشروع قائم مستمر بيحقق ربح، بيحقق مكسب للصحاب الشركة وكمان بيفيد المجتمع اللي هو موجود فيه طيب إحنا تكلمنا على ثلاث عناصر اللي هو التمويل والفكرة والإدارة الحقيقة أنا ما أقدرش أبدي حد عن حد وجود التلاتة في نفس الوقت أساسي لنجاح أي مشروع في الدنيا لازم يبقى فيه فكرة وزي حضرتك أشارتي أنه الفكرة دي لازم تكون فعلا فكرة لها قبول في السوق لها سوق عمل يقدر أو سوق مستهلك يقدر يقبل هذه الفكرة تاني حاجة الفكرة دي بدون تمويل لنجاح هذه الفكرة مش هتكمل وفي نفس الوقت لو عندي فكرة وعندي تمويل بس الناس اللي بتدير هذا المشروع معداش معلومات عن الإدارة حيؤدي لفشلهم فأي نقصان دلع من هذا المسلس حيؤدي لفشل المشروع خلينا نقول إحصائية للشباب برضو عشان احنا مش عايزين نقول يا جماعة أن الدنيا وردي لكن عايزين نقول أنه 85% من المشروعات الجديدة الناشئة بيفشل بيفشل لفقدان إحدى العناصر من هذه الفكرة ففي بعض الأحيان بيبقى واحد عنده فكرة جميلة جدا بيبقى تحمس لها جدا وبيعرف في الإدارة ويقعد يدور على تمويل ما يلاقيش فمع الوقت حتى لو بادي تمويل قليل معاه بيبتدي يمول يمول بعدين بتخلص الفلوس بتاعته فما بيقدرش يكمل الفكرة مع العلم الفكرة جميلة جدا ممكن يبقى حد معاه فلوس وعنده معلومات في الإدارة بس فكرته مش فكرة نجحة أو مش هتلاقي قبول وبالتالي يقعد يصرف فلوس يصرف فلوس يصرف فلوس ويعين ناس ويعين مديرين وفي الآخر الفكرة يصيبها الفشل ترجمة نانسي قنقر